بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله ومشور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل الله ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله اللهم علمنا ونفعنا ونفعنا بما علمتنا واجعل علمنا وعملنا خالص وشك الكريم مع يوم جديد ودرس جديد احيي الطلاب والطالبات من الصف الثاني المتوسط في درس من درس القرآن تلاوه ونأخذه سويا سورة الانعام نتعلم فيها من الآيات والكلمات والاحكام ونتدارسها فحي هلا بكم في هذا الدرس الجديد الآيات التي ستكون معنا في هذا الدرس من الآية الواحدة الى الآية الثانية عشر من الآيات و اول ما نبدأ به اهداف درسة هذا اليوم نتذكرها حتى نطبقها و كذلك نحقق ما فيها من هذه الأحداث اولها ان نستشعر الطالب طالب الجرونة تعالى فحاولوا ان تجددوا نياتكم وتستشعروا ان هذا عمل صالح نرجو ثوبنا الله تعالى كذلك نريد ان نطبق الآيات تلاوة تنصيحة خاتم الأخطاء واللحون وهذا هدف اسمع من هذا الدرس فنريد تحقيقه باذنه تعالى كذلك ان يطبق الطالب ما درسه من الحكامة الجودية كذلك التي نبه عليها خلال الدرس فحاولوا ان تطبقوا تلك الحكامة الجودية التي درستموها او التي ننبه عليها في درسنا هذا كذلك نريد ان نتدرب على القراءة المتأنهة التي تعين على تدبر الخشوع فحاولوا ان تقرأوا بتأنن حتى تحققوا هدفنا من هذا الدرس بالقراءة الصحية اداب التلاوة كما تعرفونها مسبقا نذكر بها الاخلاص الله تعالى كذلك الطهارة ان نكون متطحرين وان نكون المكان الذي نحن فيه نظيفا ونتجنب الماكلة الغير لائقة ونستعذ بالله عند بدء التلاوة واذا كنا في بداية السورة كحالة هذه نبسم نقول باسم الله الرحمن الرحيم واذا كنا في وسط السورة فنكتفي بالاستعادة كذلك نحسن اصواتنا عند التلاوة ونقرأ الآيات بتدبر وتمعن وتفهم وكذلك نسأل الله من فضله عند داية الوعيد ونستعذ بالله عند داية الوعيد ونسبح الله عند آيات التنزيح الآن أريد منكم أن تجهزوا مصاحفكم وتستعدوا بالمتابعة معنا في هذه الآيات كيف نقرأها ونتلوها ولو أبعدتم المشتسات من حولكم وركزتم شيئا قليلا حتى نستفيد من درسنا لهذا اليوم وكذلك أن تتأنف القراءة وأركز على التأني لأهميته في التلاوة الصحية ولو وضعت بين يديكم قال لمن تقيد فيه ما تحتاجونه من الكلمات أو الحكام التي نتكلم عنها وكذلك الأخطاء التي تقعون فيها تقيد حتى تعود لها لاحقا بالتصحيح ننتقل إلى الآيات لدينا من الآية الواحدة إلى الآية الثانية عشر سنبدأ بالكلمات ثم الأحكام التجودية ثم التلاوة لدينا من الكلمات كلمة السماوات الألف على بعد الميم وبعد الواو السماوات السماوات لاحظتم كيف ننطقها الألف بعد الميم وبعد الواو السماوات هنا كلمة يعدلون 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 هنا كلمة قضى لاحظوا هنا الكلمة كيف نطقناها أعيدها مرة أخرى ثم أنظر ماذا لاحظتم كلمة قضى قضى لاحظتم شيئا في هذه الكلمة جميل هنا الكلمة فيها حرف الضاد والضاد من الحروف التي تشكل وتشتبه على كثير من الطلبة لكونها تشابه حرفا آخر هو حرف الضا كلاهما قريبان من الشكل وقريبان من الصوت لكن هذا القرب ليس بالتساوي بل فيه اختلاف لا بد أن نضع هذا الفرق حتى نفرق بين الحرفين ولا يلتبس على السامع في بعض الكلمات يكون الاختلاف واضحا في الاختلاف في الصوتي وكذلك المعنى هذه الضاد مخرجها يختلف عن الأخرى مخرج هذه الضاد التي ترونها في كلمة قضى مخرجها من حافتي لسان مع الأدراس العليا لذا لا نخرج اللسان أبدا أما في الحرف الثاني الذي تعرفونه فيه الألف وهو الضا مخرجه من طرف اللسان مع أطراف الثناء العليا أو الأسنان العليا لذا صوته يختلف وكتابته تختلف وإذا أضيف إلى كلمة فكذلك المعنى سيختلف لذا نفرق في النطق بين هذين الحرفين هنا أعيد مرة أخرى نقول قضى قضى بعد طلبة يقول قضى هذا خطأ ننتبه منه أعيد مرة أخرى الكلمة الصحيحة قضى كلمة مُسَمَّنْ عِنْدَهُ مُسَمَّنْ عِنْدَهُ التنوين هذه الألف المقصورة فيها التنوين مُسَمَّنْ عِنْدَهُ ننتبه هنا اليا ليست بيا بل هي ألف مقصورة مُسَمَّنْ مُسَمَّنْ لاحظتم لم ننطقها يا بل هي ألف مقصورة هنا تمترون تَمْتَرُونَ تَمْتَرُونَ كلمة أَنْبَاءُ الألف بعد الباء أَنْبَاءُ هنا كلمة يَسْتَهْزِئُونَ 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 الْهَمْزَهُ بعد الزَّعِي هنا كلمة مَكَّنَّاهُمْ مَكَّنَّاهُمْ الكاف والنون مشددتين وإذا أضيفت إلى ما قبلها فكذلك المين تكونوا مشددة قَرْنِ مَكَّنَّاهُمْ هنا كلمة مِدَرَارًا مِدَرَارًا أعيدوها مِدَرَارًا هنا كلمة قِرْطَاسِ قِرْطَاسِ هنا الرَّا نُفَخِّمُهَا هنا ساكنة وأتى بعدها الطَّا لذا نُفَخِّمُهَا قِرْرْ قِرْطَاسِ أعيدوها مرة أخرى قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ هنا كلمة لَجَعَلْنَاهُ 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 أعيدوها الألف بعد النون ننتبه لها لَجَعَلْنَاهُ هنا كلمة عَاقِبَةُ الألف ننتبه لها عَاقِبَةُ هنا كلمة لَيَجَمَعَنَّكُمْ الكلمة إذا كانت طويلة بالإمكان أن نجزئها مثلا هنا نجزئها إلى الميم لا يَجَمَعَنَّكُمْ ثم نوصلها ببعض لا يَجَمَعَنَّكُمْ ننتقل إلى الحكامة الجودية من الحكامة الجودية حكام الميم الساكنة والتنوين سبق أن تعرفتم عليها ونطبقها حتى نتذكرها الميم الساكنة سواء أتى عليها السكون أو كانت خالية من الحركة فهي تعتبر ساكنة وقلنا أن الميم الساكنة هي في الأقسام تأتي على ثلاثة الأقسام فيها الإخفاء الإظهار أولا ثم الإدغام ثم الإخفاء وقلنا أن حروف الإدغام حرف واحد وهو الميم والإخفاء حرف واحد وهو البا وباقي الحروف تكون في الإظهار نطبق الآن لدينا من الأمثلة ميم ساكنة أتى بعدها الياء في كلمة بربهم يعدلون هنا الحكم إظهار لماذا؟ لأن الميم أتى بعدها حرف الياء والياء ليست من الإدغام ولا من الإخفاء فتبقى في الإظهار لذا نظهر الميم نظهر الميم الميم تكون مظهرة مسموعة نقول في التطبيق بربهم يعدلون الميم أظهرناها حتى يستمع أو يسمع لها السامع بربهم يعدلون هذه الميم المظهرة مثال آخر هنا وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُوا كذلك إظهار نظهر الميم لأن الميم الواو من حروف الإظهار أعيدها وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُوا وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُوا هنا كلمة قَبَلِهِمْ مِّنْ مِنْ قَبَلِهِمْ مِّنْ مِنْ قَبَلِهِمْ مِّنْ الميم ساكنه بعدها ميم لذا ندغم الميم في الميم والمقصود بالإدغام هو إدخال الميم على الميم أعيد مرة أخرى قَبَلِهِمْ مِّنْ لاحظتم أن الميم في الصوت واحدة لاحظوها مرة أخرى قَبَلِهِمْ مِّنْ هذه هي أو هذا هو الإدغام بأن دخلنا الصوتين أو الميمين وأصبحت في الصوت بمثابة الميم الواحدة كذلك من الأمثلة هنا ميم ساكنة بعدها الميم يكون إدغام منهم ما أدغمنا الأولى في الثانية فأصبحت في الصوت ميما واحدة هنا مثال كذلك ميم ساكنة بعدها الفا والفا من حروف الإظهار لذا نظهر الميم الساكنة نقول أَنْفُسَهُمْ أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ أظهرنا الميم أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ هذا صوت الإظهار الآن سنستمع للقارئ ولاحظوا كيف يقرأ الآيات والكلمات التي أشرنا لها وكذلك الحكم التجويد الذي أخذنا هذا وغيره من الأحكام التجويد التي تعرفتم عليها مسبقاً فلنستمع للقارئ ونستعيد بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بعد سماعنا للآيات الكريمات من قار الشيخ محمد أيوب رحمه الله تعالى أشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم لهذه التلاوة وأذكركم بأمرين أولاهما أن تعيدوا سماع هذه التلاوة سواء من هذا القائل الشيخ محمد أيوب أو من غيرهم القراء وأنبه على أن تكون هذه القراءة تكون متقنة مسجلة في مجمع الملك فاهد المصحف الشريف حتى نستطيع أن نأخذ الأحكام التجويدية بإتقان من هذه التلاوات كذلك أن تعيدوا قراءة هذا المقطع مرات ولو كان غير هذا المقطع المقصود أن نركز على التلاوة فبالممارسة تأتي هذه التلاوة مع الممارسة فاجتهدوا في هذا بارك الله فيكم ولا تنسوا أن هذا أجر مكتوب لكم بإذن الله تعالى إلى الدروس القادمة ألقاكم على خير في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته